اولا انه قتلي اه حركة نهضة في الحكومة اطالب بسقاط الحكومة كانها مناظف حركة نهضة يعتصموا ولا يعملوا اه وقفة احتياجية قدامهم بليزير يعني امر مش معقول نحن في الحكومة واكثر من هذا قلنا منذ البداية كلام يا ربما فاجأ البعض انه مسؤوليتنا في الحكومة مش بقدر تمثيلنا فيه وقت اللي كان عالنا في الحكومة موزير لو يصبح مستبرد نغيب ولا مجلس وزراءة قلنا انا نتحمل مسؤولية كاملة كيف الناس اللي حاليا عندهم رئاسات ثلاثة برشا ناس تنسى انه كان برشا حديث على التغول بعد الانتخابات تعالوا ما عندي يحكي علي حد ما نحكيوش علي حتى نحن حاليا ثم حزب عنده الرئاسات الثلاث وعنده اكبر تمثيلية في كل مسؤوليات ولكن كما اللي يقول انه حركة النهضة ما هيش مثلة ما عنداش دور كما اللي ثم اللي يقول رايح حركة نهضة اللي تعكم في البلد مسمعتوه في وسائل الاعلام في الايام الاخيرة وانه نداية تونس عنده دور شكلي ورمزي بالنسبة لسؤالك في صيغة الثاني انا ما سمعتش السيد حافظ قائد سبسي قال لكلام هذي وقت اللي يوسف شاهد قال ليتواصل مع حافظ قائد سبسي يوسف شاهد هو هو لازم حكومة وينتقوا باسمه ولكن اللي تكلموا باسم حافظ قائد سبسي وقت اللي سؤلوا هذا السؤال ولا اثير هذا الموضوع امامه قالوا مش سحيح ورئيس كتلة نداية تونس في المجلس اللي هو تعرف انه هو هو حافظ قائد سبسي في القيادة الحالية للحزب في مقابلة الهاء السياسية يقول انه هذا مش سحيح وانه علاقاتنا بسي يوسف شاهد علاقة ودية وثمت التنسيق وتواصل مستمر وبالتالي نحن نبني على هذا حتى نسمع من حافظ قائد سبسي ما يخالفه